صدق الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعدلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريج الجامعات الحكومية والخاصة من حملة المؤهلات العليا محاربين دفعة أكتوبر 2024 ومن المقرر أن يتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من يوم السبت المقبل مع مراعاة توقيت السحب للطلبة الحاصلين على الثانوية لعام 2023 أو عام 2024 يتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف وسيتم تصحيح واعتماد النتيجة ثم إرسال رسالة نصية